موسيقى 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 هنحط دلوقتي معلقة صغيرة من الفازلين على الخليط واخر حاجة معانا هو لون الطعام الاحمر هنحط منه نقطتين او تلاتة كده والهدف منه يا جماعة انه هو يعطي كده للشفايف لون احمر او وردي باستمرار هنحط نقطتين او تلاتة مش اكتر من كده ولو ما فيش لون طعام احمر ما فيش اي مشكلة ممكن ما نحطوش اصلا بس هو الهدف منه بس انه هو بيخلي دايما الشفايف لونها احمر او وردي باستمرار ودلوقتي هنقلب بقى المكونات كلها مع بعض كويس لغاية لما تختلط كلها كويس جدا بيكون معانا بالشكل ده ودلوقتي بنجيب علبة صغيرة او برطمان صغير يكون محكم الغلق ونحط فيه دلوقتي مقشر الشفايف اللي احنا عملناه وانا حطيته كده على صنية بيضة علشان يبان معانا شايفين جميل جدا وناعم هقولكو بقى دلوقتي ازاي نستخدمه ودلوقتي هقولكو ازاي نستعمل مقشر الشفاة ده احنا هنستعمله لمدة اسبوع بس وبنحط منه كل يوم بناخد كمية صغيرة كده ونوزعها على الشفايف ونسيبه على الشفايف كده لمدة تلت ساعة يعني عشرين دقيقة وبعد كده بنخسل الشفايف او نخسل بقنا عادي وبعدين بنحط اي مرتب للشفاة بنقرر الموضوع ده يوميا لمدة اسبوع والنتيجة بتكون جميلة جدا شفايف نعمة اوي ووردية باستمرار ومش مقشرة ولا نشفة جربوا الوصفة دي وان شاء الله هتعجبكم وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعليقاتكم الحلوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته